الخبر اول اللي عدنا عن انس الشايب يا حبايب والفضيحة اللي انتشرت عليه فانتشرت عليه هذه اللقطة يا حبايب واحمل استوريات بيسرت معي لشن تحضر احد الاشخاص وظهر ان الشايب هذه اللقطة تركت بالدائرة يا حبايب بدي يسوي باصبع حركة زاء 18 اتوقع هو من انتبه الكاميرا ويكون سوا هذه حركة بشكل عفوية اكتبنا بالكومنتاج ترشفون شي سوا غلط او عادي وطبعا هو اليوم عيد ميلاده فكل عم تبخير اقبل مليون سنة يا رب ولكن هو يا حبايب رفض انه يحتفل بعيد ميلاده بسبب انه حاليا قاعد يمر بفلسطين الله يساعدهم يا رب صراحة حركة حلوة من عنده وكتبنا يا حبايب بالكومنتاج شاركه بحركة انس شايب ورفضا يحتفل بعيد ميلاده وعلى سيرة العيد ميلاد فأياتي يا حبايب هو اليوم همين عيد ميلادها فكلها عم تبخيرها أقبل مليون سنة يا رب وطبعا نتسون يا حبايب أنه تعيدوها بالكومنتات على عيد ميلادها ننتقل حاليا الأسو والتهجوم التي تعرضت له بسيطة تنزيلها وحدة من الصور شوية كانت صادمة السيب أنه أسو أول مرة تنزل صورة شوية غير لائقة مثل ما تشافين فأغلب الكومنتات هتقولها عيب والستاري وشنو هذي الصورة ما ذري طرحك تمنى يا حبايب بالكومنتات استعقدتها جملة عرضات له أو لا ننتقل حاليا يا حبايب الأختها والتي هي مريم وردها عن بعض الأسئلة فسألوها ليش ما مرتبطة قالت أنه أنا ما أعدي وقت للإرتباط بعدين سألوها أنه هل أنت رح تجيين للعراق فقالت أنه جاية ولكن إن شاء الله قريبا ولكن يا حبايب بعده واحد من المتابعين صار يقولها بدين نتزوج فهي هاي تردت فعلها وحتى هذا الشخص هايها بردت فعلها يعني واضح أنه ما تريد تتزوج وبالخدام يا حبايب هي صار تبتي وسألو حبها الشبير لمتابعيها فكتبنا بالكومنتات شو ريقوا بهذا الشي ونتقل حاليا يا حبايب بالالتقاء اللي صار بين قمر الطائي ومريانا اللي هو شاد بعد ميلاد عبدالله فهل يترى ممكن يصير صلح ما بينهم وبنفس الوقت ممكن يصير الصلح بينها وبين يارا وسبب أن مريانا هي صديقة يارا ما در الصراحة أكتبنا بالكومنتات شو أنت وقعاتكم ونتقل حاليا يا حبايب لمودر روز اللي هي السعودية والفضيحة اللي انتشرت عليها اللقطة يا حبايب زائ 18 واحد من الأشخاص كان دي صبورها على القارب مثل ما شايفين يا حبايب هذه مودر روز يا حبايب هذه هي مودر روز مثل ما شايفين يا حبايب اللقطة اللي انتشرت عليها قاعدة تسوي إشارة زائة 18 بصراحة ما دري شنو أقول الحب من يكمل المقطع هي شغلة زائة 18 فأطلع مرة المقطع بلسبة لأختها يا حبايب فردت على الموضوع أنه هي نوعا ما متبرية من أختها وأنه هي متجرسة تحكم بها لأنه هي أختها يعني الله يهديها ويا حبايب بنسبة طاليقة فرد أنه هو مطلقة من ستين وما حاب أنه يدخل بهذه الموضوع فكتبنا حبايب الكومنتات شاركوا بشيء ننتشرت علي مودر روز وبصراحة حبايب نوصلت للمقطع فجروا وقتو اللي كانت شاركوا فيهزين من قاتل القصص أحبكم وبس مع السلامة